لا يتفعش يتخلل الإستراكش ممكن أن يجيب على كثير من الأسئلة يتخلل الإستراكش طبعا عندما نسخنا المادة هايش اللي يحدث في الإلكترونات تتحرر من عنام هل من المستوى الأخي فقط ممكن لا ممكن تقفز الإلكترونات بابا حم من المستوى أسفل إلى المستوى أحد وعادو عادو لما يقود ألأس النوى كان يقول لك لا يمكن تقفز الإلكترون إلا من المستوى إلى المستوى يعني من الأوروبات إلى الأوروبات إلى باشرة اللي قالوا بعدين في تقريبين في عام ٩٨٨٨ في واحد عالم كندي اسمه راما الله تصدي فيه جايزة نوبل وفيه حتى جهاز القياس الإلكتروني لخصص المواد اسمه راما جهاز عالم راما اسمه كترسكوبية خلاصة بالنسبة لي الحندر بدأ رئيس القاعات الكذرب اللي يصمونهم راما راما رايش قصة طفل فيه معه في عام ٩٧٧٧ كانت فيه معه طالب دكتورة وكان يشتغل فيها فاكتشف أنه الالكترونات ما تقفزش من الأوروبات إلى الأوروبات ممكن يعني فيه أوروبات سكندرية ممكن تقفز من أحد سكندري إلى أحد سكندري فوقه وهذه سكيلة له براءة اختلاع راح الممشرف حقه سكيلة باسمه باسم الممشرف نفسه ووالغي اسمه الطالب تمام؟ وسكيلة براءة الاختلاع باسم الدكتور سكيلة باسم وبعدين كأنه قدام شكوة الطالبة وزي كذا بس الهنود يعني قد حصلنا انه بعرفنا من فعل عبر دمي فمن بعدها عملوا قرار انه إلى الآن هذا الفعل ما يحقش ليه دكتور ينشر حفظ الله ولا يسمى ما يسمى الدكتور؟ ما يسمى الدكتور محمد فهتحصل مثلا في ماليزيا بعض الدكتور مستغلة في بعض الدول يخلق تقصة اشتغال ويكون يكتبه اسمه الأول ونتا بعد يكون للبحث لكن في الهند هذا ما لا أرد أنشاء المشيئ طالب الأول و بعدها الدكتور لكن شعورنا كنتا المشعور الدكتور بس هذا هو بس علشان خارجنا على الموضوع شوية طبعا هذا هو الأغطاء الشيئ اللي يسمى النهو البالانس الهدرون فاليزامل بكوز الهيدروجين أتوم هزولي وان الالكترون مليتس انجل البت يتريد لي كمبعنش بانهر هيدروجين أتوم علشان تصبح هتشتو فرد السام ريزون هيدروجين أمصوري يتريد لي وحدة من مشاكل غزة الهيدروجين يتفاعل كنتين عز يتفاعل مع المكونا يتفاعل كذلك مع المكونا يتفاعل مع المكونا يتفاعل مع المكونا مع المكونا في الهواء يتفاعل يتفاعل المكونا 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 علشان يكون استابل طرارية تشارك معنا معنا تاني بعض المعادة يكون في الاوترشيف اقوموا معنا واحد بمثل انت تشبع ثمانية حدد ترجاءت القبيل يبقى ثاني فيحدث مشارك لانه مش معقول يستقبل سبعها الكترون حقه بينه واحد واحد يكون حقه لو ترشير ناقص واحد واحد يكون بينه واحد بسه اه هذا كمنحه ان هذا اخي له تسعون وتسعون ناقص واحد ايه اه دست فكرة قده الكلورايد ولكلورايد عن الطريق علشان تكملها ليش? هذا اللي بينه الصرفة. والذلك اللي اللي هي اكتفاعل زي كده? عادتها الاملح. الاملح هي عادتا اه مثلا يقول لك المعادل توجد في الطبيعة على شكل الاملح. هذي الاملح هي خاصية صيجة. الكلورايد الفلورايد الفسفار الفسفات زي كده. مثلا انا حديد تحصلك الطبيعة على شكل ايرون كلورايد. ايرون اه اه فلورايد. خصائصهم كده يجيب الاوتر من وصف حقها بين واحد فقط. فقط قمت الطبيعة بول يشك. المهندة اللي هو قد. وطبعا لما يعمل عملية التفاعل هي يقوم يحصلوا هذا الكولورايد وتحضروا من هناك. انتحدثًا عدم بين اتومات و موليوورس. يعني كيفية الطراضة بيننا. طبعا في بعض المعادل بالطبيعة ما تحصلش. مثلا الافيي ممكن تحصل الايفيي بعده. لكن السيور العادي الهايدرويين تطلع ايجتو. ما تطلع اللاتش. ليش على لشان هناك الإكترونonden من الله içerعات حرانات التحوكات والتحكمن من أن نزد فيه licherما تغيير هذا الغ분 أجزماكون جد mankind من المصير أو من انضف ут트를 معرفة إضافة مولكورات من مدülب ا filling التي تختلط عن الإلكترونس وأخريت إأن tutaj المالزها son النقاط إذن مد valent يجمعنا الضرق؟ فيه بداخل التونج نفسه وفيه بين الضرق والضرق فيه رابط أنا ممكن عمل ضرق كله نحاس مع ضرق نحاس يترابطه ينسكن لليس يوتوب وغروسه نحاس بس على عساس أنه البالنس ترابطه يسعر من الجانبات المتحدة الوضعية لمبتلك الضرق المتحدة من الوضعية ليست ب 꼭باء الوضعية ووضعية التونج من المولكول بل معنى الصح ما وصلنا لما يكون الذر هات مرتبة داخل الستركشرة حق مادة مشهر متلاصقة. بس هناك في قوة يسمونها التروماغنتيك. يمثلوها كأنه بوزنبرق. بس هو في الحقيقة هو معيش في قوة التروماغنتيك. ما نشوفه بعد الفيديو بعد الصلاة. عادة تاني ممثلو درّة وعملو بينها موت كدر الدرّة تاني على سنة هو بينها القوة. بس هو في الحقيقة ما لا يوجد أي رابط عن ميزيعي. ميزيكاتي. يعني عن قوائل يكترون بين المدين. بل لذلك إذا قدروا يتغلبوا أو تدي قوة مثلاً لما تعمل عملية تسحب المادة بعملية شات. أنت تتغلب على تلك القوة. إذا قمت خلتها في عملياتها. وانتظر إذا تمنطوط وانتظر إذا إذا هذه القوة لا زادة قوية أنا بعملت! لذلك إذا لم تعتقد بllo مистا يخت financial很 المادة، هذه المسؤول الرเปيع الإنسية على الكون المعلومة. أنا بمثافة ل تم تسرك مواعدت، نحو أن تتآخر خلال أكثر منهم. لأن هذا يجب أن نضره برها وهذا في إطارة ليش؟ هنا شبنا تجيب أمتلاك قد يكون أطوم قد يكون ملكي مثل الصوديون شبنا الأن أنتو الأكسوجين لا يمكن يوجد إلا أطوم صحيح لا؟ الأكسوجين لا يمكن يشوره بالطبيعة إلا على شغل أطوم ليش؟ حتما تشغل أطوم لا يمكن أن تكتب إلا تكتب إلا تكتب في هذا الشغل بالنسبة للمعادنة الطبيعية هي اليوم الكوبر من أيام الأرجون المنكتيات يمكن أن تكتب إلا تكتب في هذا الشغل معظمنا بطقيقة المواد توقيت في شغلات طبيعية عشان بعض المواد توقيت على شغل الملكول هذي بينات برايمارين باندي هنا قوية جدا بندخل بعدين بالا بالكمبالس مثلا نمنع الهتشتوق نحن بذي بتاني تاني هؤلاء الهيدروجين وش متال والوكسيوجين وش متالس الكربون ناش متالس والوكسيوجين وش متالس الاس اللي هو الكبريت ووكسيوجين نقصر كهم بتوين جروب أدوبة تحصلهم بين الخمسة عشر والستة عشر والسبعة عشر طيب مثال اتومس اللي على شكل ايونس. الايونس معناته املح. اي عادة اسمع عنها ايونس يعني املح رابطة. سامية وزنة. الجروب واحد والجروب الثنين والجروب ثلاثة عشرينيز. وحنا احنا كنو قلنا الان اي والسي اي في قبلها. واحدة بين الاوترشب ناقصة حبا واحدة بينها حبا واحدة تبسط. ها ما مفاحدة بينها ترابة. سي او اس او وهاكت. بناخدها كده بين المنابلة ما 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 ندخلش في العمق الزائد عمشان ندخل من الاستركشرة حقا ما هي بسطة. براي مريبونس. اهر كاركتلايز بي سترونج اتوم تو اتوم عدركشن ذات انبور ذا ايسشينج او بالنسي نبتونج. يا حضور عم زي ما قلنا بالهيد. براي مريبونس يجلو دي سورس. قد يكون ايونيك براي مريبونس. طبعا حاكت الالكترونات بينها معاملية روابط. هذا كله يعمل على تحرير الانيرجي موجودة. صحيح ان تكون محسوبة صغيرة جدا لكن لما يتعامل كل الالكترونات سواء الانيرجي تستطيع. ويقول له علشة حدث العمليات. لما نعمل لعملية تسخين المادة ونحرر الالكترونات معنا تقول نحن احنا تغلبنا على هذا القوة الداخلية. علشة منها. ليش قد التعلمات الصعب. عدو تريد. اه. دارة ثريتايصات كيميكال بونس زي ما قمنا له الايوريك والميتاليكس. ميتاليكس يعني الكوبر مع الكوبر. ايه ده. طبعا. الكوغالينت معنا تريد طبعا زي الواتر اتشتوها الهيدرويجل مع الاكسوغيل. او الا دايمند. ليش الدايموند قوي جدا. بسبب ايه الابطأ. وهنا الابطأ القلمة قوية او ما مش قوية? قوية. طبعا واحدة من الكبر مشاكل لهم اللي قدر يحلوها. اللي فكر الابطأ قلوت ارسك. اللي بيحلوه شيء في الطاقة من العالم كل يوم. بس اعتقدة الدكتور بالدين كان فكا لا. فكا لا. فكا بصوحوها ويطلعها يعني القدرة اللي تعملها على كمية من الماء عشان تفسر على هيدرويجين تطلعها كبر من القدرة اللي هي تصدق. نحن نشطي غاز هيدرويجين. اذا قدرنا نحررها من الوطر. وانتم عجلها بحارهم محيطات. فمعناته اذا قدرنا نوقيت جهاز كل واحد شعبه له جهاز ينبر حنا فيها حقوق. يكون يعبي غاز هيدرويجين ومشي له. طمام. يعني اذا احتلت هذه المشكلة بل احتل مشكلة للطاقة من العالم كله. هيدرويجين وكسوغين. هيدرويجين وكسوغين. لكن اللي هو الغاز الزمنادر اعتبره هيدرويجين. يقول انه مشكلة ليست الفصل وانما تكمل المشكلة للتخزين. التخزين مشكلة ذاني. صحيح. تشكر المشكلة لك برد. يعني حتى يدرسوا بالنانو وانتم قل استغرب. بعد ما شفت كنتوا احد زملائية كيفية استخدمون. يعني عملوا حاقة غريبة يعني مفرانية. ديلك طبقات في النانو ولا حاقة كلا تكون على شكل شرائع. بحيث المضارات الهيدرويجين تصبط. او تعملي عمليات فزيط الضررات ولا البارتكال سعروا على هذا الموعد. بعد انت سخينها. لانه لا هيدرويجين. سخينها بعد احنا الثلاثين اربعين دلاجة ميليا. وانا احدثنا عملية التهيير. بس. الغازة العملية في اطار الموضوع صعب. لكن الهيدرويجين اعتبره احدا من اكبر المشاكل. الان في بحث تفسر في كل شهر يقول لك مفران قدرنا نحول الهيدرويجين الى ما انتصل. طمم مجالسين يبحثون يقول لك اذا قدرنا نحول الهيدرويجين الى ما انتصل. يعني تقريبا المواصلية حقاول الكهربائية مادريكا ابعاد المحاس والتفا. يعني لانه اذا قدروا يحصل الى حوالانه الى ما انتصل. لا. ويستخدم منه بكل جيد. بس ما قدروا. وفي نفس الوقت في الحافل لانطاقة اللي هم طبعا يعملوا عملية العنود هذه والبناذب الكيميائيين علشان يعملوا عملية فصلة. لكن زي ما قلت لكم كمية الطاقة اللي نستهلك علشان نفسها تطلع اكبر من الطاقة المخزنة داخل الهيدرويجين اللي يحصل. وبالتالي مش مهديات اقصادية لازالة. لكن مش معنات المنطقة توقفوها. زي ما قلت لكم اذا وقدوا طريقة لما نفسر الهيدرويجين من الهيدرويجين في الماء. فبطريقة سهلة وفلسة وبقيها بس كده ممكن يقولون الناس وبتحت مشكلة الطاقة وتنتهين في سيانفوين سادية بسهول. بتحال مشكلة كده. ها؟ لحب المانيا مشكلة الطاقة اللي هم اللي فيجي في وجنب. ايه طبعا هم بيشتغلوا في كل نجات. ايه كم صناعي شام الصناعي يا انتباع. يعني مردين لك حقا. فمحومين مردك المانيا كامل. المانيا طبعا اكبر دولة بالعالم نقرم في طاقة الرياحك. تولد تقريبا ان كان قبل اترار الفين وعشرين مهمية من طاقة حقا من طاقة الرياحك. هل انقع قبل ستة شهر ومع شاشور صلحا الشام الصناعي يا ميني اكبر مجامعة. هم مشكلتهم في دولة الربا. مشكلتهم في دولة الربانهم في دولة الربانهم. منع حقا الاصدقة الشمس خليفة. مناطق على مناطق. يعني حتى القمة الصفك تصل لدائرة الحرارة عن دولة مستعاجة. فهم يقول الله لو عندهم شامس لو عندهم شامس يعني ان نوع الموجود وكال شيء. ولذلك فكروا بأنهم ينزلوا عبر البحر الأولى المتوسط ونزلوا لدولة المغرب العربي وكانوا يأخذون لهم صحراء ونقلسوا طاقش مسيحة ونقللوا المشروع موجود يعني فعندما تقولوا لدراسة ومكدي اقتصادية فمشكلتهم هم في المناطق هذه المناطق مرتفعة ومناطق باردة الشتاء بثلوك وعصر من أين شكتين فإن تنزل تحق الأسهولار القليلة هذه هي المشكلة عائلة يا أبي الله سمعنا في عدد أفوغادرو؟ كيف عدد أفوغادرو؟ طبعاً هلو علاقة بالقدورة الدورية؟ هم يقولوا أصحاب الفيزياء وأصحاب الكيمياء هناك ثلاث تواعبت فيهم من ضمنهم العدد أفوغادرو طبعاً عدد أفوغادرو يطلع عشر وسترات وعشرين كم في المورة الواحد من أي منتب؟ يعني مثلاً تقسم العدد الذري وطبع العدد الذري في عدد أفوغادرو وطبع عدد من أفوغادرو يحفر من أفوغادرو وطبع العدد الذري هو المخريك حابث جيمياء هناك ووهو واحد من الضمن القرية يا أفوغادرو والعدد الثاني يسمونه معتغب ثابت بلانك والثالث الذي يعتقى البيك يعتبر واحد من الثابت الكلين أفوغادرو – أفوغادرو ساك ولأنه أصلاً له علاقة أن المحيط أفوغادرو وعدد أفوغادرو أيض آخر من الثابت الغين طبعا انه انا كتفسير اصحاب الكيمية ليش اللي اختاروا الكربون الكربون رقام ستة ليش مبدوش محدد الهايدي واذا هم مشاكل لما شافوه عمرو بستندر عنده كربون طبعا ما عنش ايش نقول هذا الكلام لكن ليش طبعا مقارنة يعني كستندر لما نقول لك عند الكيميائيين عدد فوغادروم من ثلاث درزة دوزة زيبا لما يقولوا دوزن بنانا دوزن اي حاجات فالدوزن حق طبعا اي حق الكميائيين هوا العدد فوغادروم لقد قرأت ليش قفزوا مباشرة أن العنصر السادس عن النص الدرس فأقوهم شعبين مباشرة الهيدروجية والحيلية وموالكدر فشافون من الكرف الموضلش طبعنا بحق مرد عبروه قد المستقر إنه تشارين كريتدية مثل عدوزين طبعاً؟ عدوزين يعني أنا كدر سر ويستطيع أن تضع المنزل إلى المنزل عدوزين يعني 12 منزل إتامات مثل بانانات، أطول، مركز، ويستطيع ويستطيع أن أحدهم أن تضع 6.022 على 10.23 إتامات طبعاً؟ طبعاً أتزائي